إلى الجبهة اللبنانية حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان مشيرا إلى استهدافه مواقع في يارون ومروحين وبنى تحتية في الظهيرة وحوله وبليده وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الثلاثة صواريخ سقطت في مرغ اليوت عند الحدود مع لبنان يتي ذلك في وقت أعلن في حزب الله عن استهدافه تجمع لجنود إسرائيليين في محيط سكنتي رميم بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة وينضم إلينا من مرجعيون جنوب لبنان مراسلاتنا تنضم إلينا دارين الحلوي دارين مرحبا بك معنا إذن ماذا في أبرز متابعاتك لما يحدث هناك على الجبهة في هذه الأثناء وأيضا أريد أن أنصد معك تداعيات الهجوم بالأمس خاصة وأنه في الساعات الماضية كان هناك المساعي إخماد الحرائق لا تزال تواجه تحديات والصعوبات نعم إيمان سأبدأ من السؤال الأخير حيث كانت هناك بالفعل صعوبات بعدما تجدد الحريق صعوبات بالسيطرة عليه نظرا لما يتواجد داخل هذه الهنجارات وهما هنجارين تم استهدافهما من مواد قابلة للإشتعال وربما قابلة للانفجار حسب ما بيّنت الصور وأعمدت النار التي كانت تتصاعد لحظة استهداف هذين الهنجارين بحسب صاحب الهنجار هي مكان يتم تصنيع فيه المولدات الكهربائية وبالتالي لا شك أن هناك مواد قابلة للإشتعال هناك زيوت الكثير من الزيوت حسب ما أفدنا من مصادر كانت تتواجد في المكان لذلك هناك صعوبة بالفعل بإخماد هذا الحريق لكن ليس هناك من تعليق على هذا الموضوع لا من الجهات الرسمية ولا حتى من حزب الله بقي هذا الموضوع أو هذا الاستهداف معلقا حاله حال الطائرة المسيرة التي سقطت بالقرب من طبرية الإسرائيلية وهذا ينقلنا إلى مشهد آخر من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل المواجهات أو الهجمات اليتيمة كما شهدنا أيضا في صفد إن كنت تذكرين قبل أيام العمليات النوعية التي استهدفت بصوريخ دقيقة صفد وبقيت من دون أن يتبنىها أحد أما فيما يتعلق بعمليات حزب الله التي تبنىها حتى اليوم هناك استهدافان لتجمعات لجنود إسرائيليين في محيط تكنة رميم مرتين تم استهداف هذه النقطة صباحا وظهرا وهناك رصد لانطلاق صواريخ من لبنان باتجاه موقع السماقة في مزارع شبعة المحتلة أما الجانب الإسرائيلي فسجلت سلسلة من الغارات كانت غارات عنيفة على أكثر من منطقة في عيت الشعب أفاد بعض السكان في تلك المنطقة أو من بقي منهم بأن الغارات العنيفة التي استهدفت أحد المنازل أدت إلى تدميرها بشكل كامل أيضا قبل قليل كان هناك غارة على كفر كلا بالإضافة طبعا إلى الغارات التي ذكرتها والتمشيط المدفعي المستمر وآخر القصف المدفعي رصيدة باتجاه محيط رشاية الفخار في القطاع الشرقي شكرا شكرا جزيلا لك إذن دارينا الحلوة مفادتنا من مرجع يوم جنودي ببنان